طيب خلينا بقى نروح لجزئة مهمة ودايما انا بقول رياضة تواجدت علشان كده علشان انها تجمعنا وعلشان انها تخلق بيننا تحاب وانها تخلق بيننا مودة وانها تخلق بيننا يعني رياضة مش خالص للمشاكل ولا الازمات ولا الكلام ده ولا كده في رسالة اخلاق رجولة رسالة دي النادي الاسماعيلي استضاف لعيبي او فريق النادي الاهلي لموليد 2007 وكان فيه اشادة من النادي الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب خطاب رسمي للنادي الاسماعيلي بيشكره فيه على حسن الاستضافة وعلى حسن الاستقبال هنا الخطاب ده ليه معاني كتير لتهدئة الاجواء لان دايما انا بقول ان الكرة هي منافسة شريفة وده اللي احنا عايزينه نبعد عن التعصب الاعمى ونبعد عن الازمات ونبعد عن المشاكل وعلى طول كان عرض ادارة نادي الاسماعيلي على طول اتجاه النادي الاهلي بالشكر وده اللي احنا عايزينه لان دايما بقول حاجات اللي زي دي هي اللي لازم نبرزها وهي اللي لازم نقف عندها مش ان احنا دايما نضور على المشاكل والازمات وان احنا نضور ان ازاي نخلق ازمات ونخلق مشاكل لا بالعكس عايزين ندوي على الإيجابيات والحاجات اللي زي دي نهي ده حتى ولو ده فيقنا شيئين بس النادي الأهلي كان حاضر سيئاً وبيشكر النادي الإسماعيلي وقضاية النادي الإسماعيلي على حسن الاستضافة ونتمنى إن شاء الله بإذن الله إن ده يكون موجود في فترة قادمة نتمنى إن نشوف النادي الأهلي بلعب في الإسماعيلي والإسماعيلي هنا بيجي لعب النادي الأهلي نفس الحكاية وما فيش أي أزمات خالص لأن زي ما قلت إن كودة القدم هي بيتجمع الناس ولكن وهي لا تفرج طبعاً الناس